اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باستفادة او اكبر استفادة ممكنة ده الهدف من الويبنار مش مجرد حضوره فقط وخلاص ونتقابل ونضيع وقتكم لا احنا عايزين في الويبنار بتاعنا ان احنا نطلع باستفادة حقيقية مش مجرد طاضي وعد وطبعا انا تحتمركم لو في اي تساؤلات اثناء الويبنار وان شاء الله تكون دورة ويبنار موافق معكم باذنا تعالى النهار ده اخترت ويبنار مهم جدا لان وجدت العديد من المتدولين في العملات الاجنبية تاهين يعني ما عندهمش خط التداول ما عندهمش ادوات فنية حتى لو تعلم تحليل فني كلاسيكي فتلاقيه تاه برضو في التحليل الفني تاه في ادارة المحفظة طيب تاه في كل الامور اللي تخص التداول بمحفظة الحقيقة دي تعتبر يعني حالة بيتيج لأي حد بيبدأ في مجال الاسواق المالية ويطمح ان يحترفها فالنهار ده احنا هنحاول نحط نحطكم على اول خطوة من خطوات التداول الصحيح ان احنا ازاي نختار مش لازم انا يعني للأسف شديد كنت نسأل ناس كتيرة تعرف ايه في المؤشرات الفنية فكان يقول لي لا انا عارف حوالي خمسين مؤشر فني فهو بيعتبر ان العدد الكبير من المؤشرات دي معناها نجاح لا ده مش مظبوط انك انت تعرف مؤشرين تلاتة او تعرف ملنوع من الادوات اللي انت بتستخدمها ولكن بتحترف استخدامها ده اسمه النجاح تمام? مش مطلوب انك انت تعرف كل الاسوب او كل العملات مش مطلوب ولكن مطلوب انك انت تكون متخصص زوج من العملات مثلا يورو دولار باوند اخترت الزوج ده والزوج ده مثلا اللي انا من 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 العملات اللي ببسط جدا انا متداول فيها الدولار الاسترالي مع الياباني مثلا لانك انت في الحالة دي بتبدأ تتعرف على سلوكيات الزوج ده تتعرف عليه بتتخصص لكن للأسف شديد جدا من اخطاء اللي بيقع فيها سير من المتدربين هو انه هو كل يوم في زوج مختلف ودي اشكلية تانية طيب خلينا النهاردة نزبط بعض الاوضاع شوية النهاردة وان شاء الله في الندوات القادمة نبدأ ان ايه نزبط الدنيا اكتر تمام? خلينا الاول انا بحب دايما ابدأ ببداية كده بسيطة كده هو اللي هو يعني لو حابين نعرف العملات الاجنبية بسيبك بقى من ان احنا نقول ازوم العملات ومش عارف اه معناها ايه لا هي قصة كلها انك انت بتتدول في عملات او بتتدول في اقتصاديات الدول يعني انت دولة اقتصادها قوي خلاص فانت بتحاول تتدول في اقتصاد الدولة دي ولكن من خلال ايه من خلال عملتها لان العملة هي مرآة اي دولة تمام? مرآة اي دولة يعني ما تلاقي عملة ضعيفة تعرف ان الدولة اقتصاديا ضعيفة دولة قوي عملة قوية معناها ان دولة اقتصادياتها قوية طيب من ضمن احنا نبدأ ناخد الخطوات ازاي نبدأ ننجح في مجال التدول في العملات الاجنبية في ناس هل في ناس سوال بقى هل في ناس فعلا بتربح من مجال العملات الاجنبية ولا ايه? في حد عنده اجابة يا جماعة? يا ريت بس نشارك مع بعض? في حد عنده اجابة للسؤال ده? هتتخيلوا في حد بيكسب من مجال التدول في العملات الاجنبية? ولا كله بيخسر? يا ريت يا شباب نشارك كده مع بعض? اللي اخوة كرامة معي? سمعين صوتي ولا صوت مش واضح ولا ايه? السلام عليكم صوت واضح? ايه? 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 اه ايه شباب ان ايه 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 نسبة مكسب بس علي ليه عليكم السلام ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته التحليل الفني وتحليل الفني كلاسي لدرجة ان هو عنده علمي كبير جدا في التحليل الفني لكن فيخسر فما انا بروح اسأله انت بتخسر ليه فيقول لي ايه يقول لي انا والله ما التزم انا ما التزم والله يا سبحانه يا معناها انه هو عارف الاشكلات فينا هيدي النقطة اللي احنا عايزين نوزبطها طيب اول حاجة خطوة لازم اختار شركة الوساطة مجمونا للأسف الشديد الناس اللي هي بدأت في التدول والعملات النبية والحقيقة في ناس كتيرة للأسف يعني بواجه ناس كتيرة اتحاطت في اوضاع سهيئة جدا اللي اتنصب عليهم واللي اتضحك عليهم وان شركات كمان تقول لهم انا هدين لكم محافظ ففيش شركة محترمة تدير محافظة اولا اه شركات المحترمة اللي بتلتزم بترخصها وترخص الهائة الرقبية لا تقدم خدمة الادارة المحافظة دي اول حاجة نقطة مهمة جدا فلالأسف الاقي ناس خسر كتير ليه لان هما واقعوا في شركات هي اساسا نصبة ومحتلة يعني اتذكر ان احد الاخوة حاب يخش المجال ده فاول ما بدأت تداول بدأت معنا تداول شركة نصبة فخسر كل اموال فكان الانطبع بتاعه ان ما فيش حاجة اسمها سوق او فوريكس ما فيش ما فيش السوق ده ده مش مزبوط طبعا وبعد كده اكتشف انه هو قنوقع في شركة نصبة ولكن الشركات المحترمة كتير موجودة ولكن اهم حاجة انه تكون شركة مرخصة من الحيئة الرقبية 이거는 الاف سي اه جاءه ابن الحاج فلازم اختر출 الشركة من شكل مظبوط مش ترخصها بس اشوف ترخصها اشوف هي بتعمل تحت اي منزومة اي سي ان استي بي ماركت ميكر وطبعا الاشهر والافضل حين هو الاثتي بي والاسي ان تمام? ايه.. عندهم دين جننون ouais؟ لانهم بعض الحيات كده اللي ممكن تخليني اتشكك في الشركة او ان انا اقول الشرق كويسة ولا دي اللقبة مهمة الرافع المالية شوفها بقراها رئيسي فين الامور تقول له لازم اوصل ووجد دخل على الشركة من خلال موقع الهيئة الرقابية اسمها fca.org انا ا trêsto umof.signore دعني اكتبها لكم من دلوقتي اهوة ثواني اهوة شايفيه جماعة ده الموقع الهائي الرقبية الهائي الرقبية ده الموقع ده تخش تتأكد ان الشيكة مرخصة ولا لا تمام كل الامور ديت هتساعد في نجاح مشروعك في التدول لعملات الانجابية دي اول حاجة نقطة مهمة جدا لازل تخدها في الحطبات طيب ده اول خطب طبعا هنا خد بالك من الاعدانات اللي بتتبقى موجودة على النت في اعدانات بتتبقى شكلها سيئة زي ما انتم شايفين كده قدامكم كده بالظبط بص المنظر يعني انت مسلا تخيلوا ان يجي لك بعض الصور يعني اللي تحسزك انك انت هتبقى يعني صعب صروع خلال وقت القياسي طبعا كل ديت لا تتبحى الا الشراكات الوهمية لا تتبحى الا الشراكات الوهمية دي نقطة لازم تاخدوها في الاعتبار طيب الامر الثاني التخطيط السليم من الاستصباح اول حاجة عن ايه من الاسباب السيئة جدا اللي بتخلي الناس تقصر ان ممكن يكون حد منكم ما عندوش خلفية سابقة في تداول الاسهم او العملات او اي شيء ولكن انت مسلا بتشوفني او انت صديق ليا فانت شفت معي عربية جديدة او عندي بللة جديدة فانت بتقول لي ايه لا دراجة تشغلت في ايه اللي خليك توصل لكده فانا مقول لك اشتغلت بالله في الاسواق الملايين الفوركس مسلا فاول ما تقول اه لا الفوركس دي بتكسب فتعلى طول تبدأ تحضر فلوس وتخش الفوركس على سين انك تكسب بدون اي خلفية ولا اي تذيب ولا اي المان بالسوء اللي انت دخله ولا تعرف حاجة على المخاطب بتاعتي وتفاجئ انك انت بتخسر كل ما تملك اللي انت وضعته في الاسواق ده شيء فلط انا النهاردة لو حبيت اتعرف على سوء انا ربحت منه انا ربحت منه وانت عايز تتعرف عليه يبا لازل تتعلمه الاول كاي اساس مار تاني لو اقولتك النهاردة هتفتح محل بيتزا مطعم بيتزا هتفتح بيتزا على طول ولا هتتعلم الاول المشروع ده ناجح مش هتعملوا دراسة جدوى طب ايه انواحها طب ايه الاكبر الشركات اللي ممكن تديك مثلا فرانشايز او 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 ايه المكانات المزبوطة وانتروح لاهل الخبرة اللي ممكن يساعدوك في انك تنجح في المشروع لكن انك انت تروح عشان واحد كسب تخوش تدخل على طول في سوق عالي المخاطر ده شيء مصبور طب سؤال يا جماعة سؤال جدا اتمنى الكل يجيب عليه ركزوا فيها السؤال ده مدام احنا عارفين سوق زى سوق الفوريكس هو سوق عالي المخاطر طب ليه بندخله ليه بنختار سوق عالي المخاطر ايه الاسباب وراء اختياركم لسوق عالي المخاطر مخاطره عالية جدا يلا كل واحد يقول ليه ليه انت حضرتك داخل وعارف ومتأكد ان السوق اللي احنا اختيار في ده سوق عالي المخاطر مخاطره عالية جدا ليه ليه اتعرض نفسك لسوق معالي المخاطر يلا يا شباب انا عايز اجابات منكم بعد انكم تعريبا الاجابات دي ليه متأخرة شوية اوكي اوكي ماشي اوكي ماشي بغض النظر ان هي عايز اقدر ترقص المال لما اضبوط وحنتكلم فيها النهاردة خلي بالا لكن ليه بيتم اختيار سوق عالي المخاطر انت عارف ساي مسلا انت عارف ان فيه رزق عالي في السوق ده وسيصمروا ذوق مخاطر عالية ليه بندخل في اسواق عالية المخاطر ليه معقولة تدخلوا اسواق مالية يا جماعة وعالية المخاطر مش عارفين ليه صحيح المخاطر عالية ولكن من الاول تانية المخاطر عاملة جيدة تحاقق ارباح جيدة واختيار اللي هذا السوق بسبب السوق المرتفع ماشي حلو سولة مرتفعة جميلة هو عالي المخاطر برضو ومخاطره عالية جدا وخاطير جدا ليه بيتم اختياره بصوا جماعة انا هقول لكم الاجابة لان الواضح للاجابة صعبة شوية عليكم بس لازم تبقى عارفين الاجابة دي ليه بصوا جماعة احنا في سوق علي المخاطر تمام مخاطره عالية جدا طيب ليه بندخل سوق علي المخاطر مخاطر لان فيه قانون او معادلة سابتة ان كلما زادت المخاطر قادة اللي زادت الايه؟ اه؟ العواد او الارباح صح؟ يعني لو واحد بيبحث عن الثراء والارباح العالية لا يمكن هيوجدها الارباح ايوه زاد العواد يعني احنا بنختار انا ببقى داخل السوق عارف انه علي المخاطر لان ربنا خلق ثلاث انواع من البشر ثلاث انواع من البشر بشر او ناس بتحب المخاطر محبين للمخاطر طب ليه محبين للمخاطر؟ هو بيحب المجاسفة ويعلم جيدا كلما زادت المجاسفة وعلى زادت المخاطر كلما زادت العواد وبرضو لما قلنا زادت العواد ممكن يحصل خسارة خلي بالك على المخاطر معناها ممكن يحقق خسارة دا كان بخش في سوق المخاطر ده علشان عواد بتاعته كبيرة جدا ارباحه خيالية يعني في ناس حقق ارباح جمدة جدا من الاسواق المالية ادي لي اي استثمار في الدنيا ممكن يحقق لك ارباح جنونية غير الاسواق المالية يعني في تاريخه ما قلت بقعد بعض المشاهير في الاسواق المالية واكلمهم تان فيه هنا صديق يعني والله في مصر نوات فقل له العز بدأت حياتك ازاي قال لي ولا حك انا والله كنت موظف عادي في احد البنوك تركزه معايا ودخلت في سهم من الاسهم المصرية في بورسة مصرية وفجأت ان الارتفع السهم ارتفاع غير طبيعي تمام وجاذفت به قال لي تخيل انا اول مليون حققه مليون اول مليون جنيه يحققه من مبلغ مش عارفه تقريبه كان بيقول لي في حدود خمسين اف او متى الف جنيه من خمسين اف او متى الف جنيه تخيلوا لان مبلغ بسيط حقق منه ثروة ثروة يبقى اذا احنا بنخش اسواق عالي المخاطر علشان هي ده اقرب طريق لتحقيق الثروة و جئنا اقول لكم مقولة مشهورة جدا المقولة بتقول التعليم الاكاديمي يعطيك وظيفة اما التعليم المهني او التعليم الذاتي يعطيك ثروة يعني بيجينا هاردة ان اتعلم بقى هو الدعليم ده ان هو اللي بيحقق للثروة هو ده اللي عوائد زيادة لكن انا راجل ما بحبش رزق وروتيني يبقى ده ماشي السوق ده لا يتناسب معك نهائي ده نقطة فبالتالي ما تتفكرش دايما ان السوق الخطئ ده معناها ان الناس عايز تسحبك لا 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 ده هو المفترض يسحب الناس اللي محبين المخاطر فقط الناس اللي مش محبين المخاطر بيعيد عن السوق طبعا فيه بشر نوع تاني من البشر متوسط او موحاد المخاطر يعني هو مش عايز يخاطر اوي هو نص نص خلاص نص نص فده بيبدأ ايه يخاطر نص نص يخاطر بس المبلغ بسيط كده في العملات لكن مثلا تلاقي المبلغ الاكتر فين في القاسم خلاص موزع نفسه فيه واحد بقى تاني متجنب المخاطر ده بقى اللي هو المين الموظف اللي مش عايز يبقى اي مخاطر خاطص ولو حد ورطه ودخل في القاسم السعودية او اي خلاجية حد دي اتورد بمبلغ بسيط وندم كمان ان هو دخل فيه وفي الاخر هو بيخسر بس وبيندم ان هو اليوم ان دخل فيه ده لك يا جماعة انا وانتم اخترنا السوق الاعلى مخاطر ليه لان كلما زادت الاخر مخاطر زادت العوادية اخدنا انا كما كنت اخدته في الميجستير اخدته مقولة واحدة قاعدة عامة لا تتغير قاعدة عامة لا تتغير ماشي طيب فده لازم اول حاجة تعرفوها ان انا اكتشفت النهاردة ايه ان اغلبكم دخل في سوق على المخاطر وهو مش عارف دخل ليه فده اول حاجة انا مسكتها عليكم النهاردة ده اول حاجة اتفقنا النهاردة انا هكون معالج نفسي النهاردة طيب يبقى احنا النهاردة قلنا ان احنا في سوق على المخاطر طيب ايه تاني يبقى اذا لو احنا في سوق عالي المخاطر وعايز استثمر فيه فلابد البحث عن الاستثمار الامثل الاستثمار ايه الامثل ايه هو الاستثمار الامثل بقى هنا بقى يا جماعة يأتي دور الاستثمار الامثل ان انا اخطط واستثمر صح للاسف الشديد يا جماعة للاسف الشديد فيه ناس معاها مثلا سيئ مئة الف دولار هو اللي قلاز يسمون في البورسة طيب اصرف دزق منهم عشان تتعلم به لا 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 انا عايز احطه كله كأنه مستخسر يدفع ولو 10% من المبلغ اللي عايز تثمره في البورسة لا تخيل طب ليه؟ انت بالعكس انت لو تعلمت قبل ما تحط فلوسك هنا هتقدر تاخده القرار الصعيه يا اما تكمل يا اما توقف وتقول لا مش هتخل السوق ده خالص يا هتكمل يعني انت بتخطط لدخولك للسوق طب ازاي خطة بقى لدخول السوق تركزوا معي اولا التخطيط يعني ايه؟ ان انا مثلا ساي بقول والله انا خد بخد بالك الاسواق المالية مخصصة لاصحاب الاموال الفائدة اصحاب الايه؟ الاموال ايه؟ الاموال الفائدة يعني ايه؟ يعني الاستاذ اللي هو يروح ياخد كارد و الكرد ده عايز يستثنونه في البورية اقول له حرام اليه السوق مش سوق عنده اموال مثلا هيستخدمها في زواج في اسرة والد و الوالدة والد امش عارف ايه؟ وهي لايه استخدام بس هو معطلها شوية عشان يقولك انا هنميها في البورية اقول له خطر جدا انت باتخاطر. المقترب. الاسواق المالية مخصصة لاصحاب الاموال الفائدة. لكن كيزوا معاني في الحاجات دي اول اهلا من الوقت بنحدد مصرنا بشكل مزبوط. خلاص? بشكل مزبوط. طيب. طيب. لو انا عندي اموال فائدة. ادخل بيها الاستثمار ازاي? اقول لك اهلا. نفرض انك انت معاك ميت الف ريال. ميت الف ريال. بس. وعايز تدخل فيها او ميت الف دولار زي ما انتم عايزين اي حاجة. وقلت اني هدخل بالمبلغ ده. في اسواق المالية. المفترض انت ايه? تتعلم الاول. اخد ميت الف دولار بس فيه ناس بتاخد ميت الف دولار تقول لكم الله ايه اخي انا روح اتعلم ليه? انا رغش شاطر ومش عارف اياها روح اتتدرب الله اتقول لا 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 لا. معلش? انا اسف. ده ما يفعلش? عايز تتداول صح? داريحية? لازم تتعلم قبل ما تتداول. لان بالتعليم هو اللي حينقذك من الخسارة. فبالتالي المفترض يحصل ايه? اني انا اقسم جزئين? الجزء الاولاني الاستثمار في التعليم وزانة المهارات. والجزء التاني اخش بقى الاستثمار في الاسواق المالية بقى اني انت تعلم فيه. فبتعمل انت ايه? تقول لهم والله انا هخصص عشرة في المية. عشرة في المية. هخصصهم للتعليم اني هتعلم بيهم. اتعلم بيهم. اتعلم بيهم ازاي? ممكن اعمل ايه? اقول لك تعمل ايه? اخد وامنارات. اخد دورات. مدفوعة. خلاص? اصرف. اه ممكن افتح محفظة تجريبية. يعني تجريبية. يعني او تجريبية. محفظة تجريبية يعني ايه? انت عايز تدخل بمئة الف دولار او عشرة اناف دولار. بس ممكن ابدأ بمحفظة تجريبية مثلا بقيمة الف دولار اتعلم بيه. خلاص انا انا احطت مبلغ ده عشان اتعلم بيه. مش عايزة تسمينه ولا حاجة. انا عايزة اتعلم من المبلغ ده. وحط فطرة زمنية اتعلم بيه. بعد الفطرة الزمنية والتدريب بتاعك تبدأ بقى ايه? تدخل الاسواق المالية. ابدأ بقى ايه? اضارك. ده الخطة المصنوع. طيب. ده اول حاجة. طيب. نيجي بقى على اقدارة المخاطر. هنا بقى نتكلم عنها. طبعا انا بتكلم معاكم على اساس انه كنتم عندكم خبرة سابقة في مجال العملات. يعني انتم المفترض انتم متعلمين عملتك نوية يعني. تمام? طيب. فالمفترض انك انت في السوق ده. في السوق ده. خلاص. انت ويمكن حد منكم دلوقتي قال الكلمة دي ان هو يقدر يتحكم في المخاطر بتاعته. انت واحد بتقطه سيارة دلوقتي. لو انت مشيت عشرين كيلو نسبة الخطرة اديه? احساب. اما تقول انت متسوق سيارة. مين المتحكم في الخطرة دلوقتي? اما تقطه سيارة? مين المتحكم? انت? ولا السيارة? ولا محدش متحكم فيها? انت? انت المتحكم في ادارة المخاطر بتاعتك. يبقى اذا? كلما تزيد السرعة هتزيد مخاطرك وانت بتسوق السيارة. نفسك بصي بالظهر. ادارة المخاطر هنا يا جماعة ان المفترض انتم جميعا لا يتم التداول في العملات الاجنبية باكتر من عشر لخمستاشر في المية من قيمة الحساب. يعني اما حبقى تداول في السوق ما زودش عن عشر او خمستاشر في المية من قيمة التداول. مبدائيا. خلاص? طب يا ترى? طب ازاي تتحساب? ازاي العشرة او الخمستاشر في المية تتحساب? عارفنا ازاي جماعة اللي مش عارفين? فيه حد عارف? ازاي يحسب المبلغ العشرة في المية اللي هو من قيمة حسابه اللي هو تداول فيه مقابل ان هو الباقي ما يتداولش فيه خالص. ازاي عارفه حدده? فيه حد عنده خلفية عندها? ازاي عارفه حددها? استاذ. أستاذ عظم جميل؟ طيب إزاي يا أستاذ عظم؟ يعني دي كده بس كتابات كده إزاي؟ يعني مثلاً أما تحدد العشرة في المية النتيجة إيه؟ إزاي في التحدد هو تحدد العشرة في المية بتوعى؟ عزام، أستاذ عزام، معلش؟ أستاذ عزام إزاي؟ النهاردة، مثلاً حديك سؤال حديك من دلوقتي المثال مثال ننسى دلوقتي وهو؟ أنا عندي عاشر تلاف دولار والليفرج بتاعي من واحد إلى مية واحد إلى مية حلو الكرام؟ طيب هنا، لو أنت عايز تدخل بعشرة في المية بتعني نسبة الريسك بتاعك الخطورة، تدخل كام؟ تدخل كام لط؟ تدخل كام لط؟ تدخل تعرف كام لط؟ تدخل كام لط؟ الله ينعو عليك، صح؟ صح؟ يبقى أنا حد الأقصى، زي ما أنا لست عزام دلوقتي، إن الحد الأقصى واحد بوينت زيرو، يعني واحد من يلاط، يعني أنت حد الأقصى لو عندك عشرة تلاف دولار، وعايش تخش بريسك عشرة في المية، فهو تخش بواحد ايه؟ واحد من عشرة في المية، ماشي؟ ايه؟ لي Congratulations ذا, ليس واحد غير been playing ليس واحد لأ أقولك بصدر لك تحسابها إزاي؟ دا لا لمشه واحد ليس واحد من لط؟ سبقى،ساب واحد لط؟ انت بصدر due gid؟ سبقى واحد لط إزاي؟ قame أقولك بصدر stealth أم يقولي النهاردة ميت ألف الأم يم يتم بصدر خلاص لو انت عايز لا انت ماشي يا سهزة آآ وسامة سورة وسامة آآ انت اللي انت عايز انت عايز تخدش باثنين في المية ادخل باثنين في المية هاولك تحسيبها ازاي هاولك تحسيبها ازاي ده الوقت انت عندك عشر تلاف دولار وعايز تدخل بعشر في المية تعال نحسيبها عشر في المية طيب انت المفترض المبلغ بتاعك عشان تعرف انت حجم اللوتات اللي انت حدق الاقصى اللي انت ممكن تفتحها عشان تكون انت حدي نسبة المخاطر بتاعتك هتعمل ايه هتقول حسابي بعد كام اما يكون انت عشر تلاف دولار بعد كام حسابك قوتك الشرائية حوالي مليون دولار صح صح ولا مليون دولار دي قوتك الشرائية بعد العشرة في المية بتاعتهم كاما يا جماعة مية الف مية الف طب المية الف ده ده حجم عقد ايه الواحد يبقى انت لو انت حسابك عشرة تلاف دولار والليفش واحد لمية وده بيعتبت على يبقى انت لو عايزت اخدش عشرة في المية فقط هتخدش بكام بعشرة تلاف دولار اه هتخدش بواحد دولار يعني انت النهاردة عشان تكون الرسك بتاعك رسك قليل ما تفتحش اللطات كتير متفتحش اللطات كتير حد الاقصى واحد لط طب انا الراجل اللي عايز انا اخش اكترى من زوج اسمه بعد انت واحد لط خد خمسة من اللط خد بقى اسمك وده هو عشرة من اللط عشرة من اللط مثلا خد خمسة من اللط في صفقة وخمسة من اللط تاني في صفقة تاني يعني انت اخد نص اللط هنا ونص اللط هنا يعني انت عندك ممكن تجزأ ايه تجزأ المبلغ بتاعه طب لو اتنين في المية احسب على اتنين في المية اتنين في المية من المليون كام اه اتنين في مليون كما يا استاذ اسامة. لو قلنا انت عايز تخش في اتنين في المية فقط. طيب انت دخب عشرة تلاف دولار. اللي اتنين في المية. فعشرة تلاف دولار اللي هو قصر المليون المليون في اتنين في المية يبقى كما يا جماعة? اه? اتنين في المية يبقى كام? عشرين الف. عشرين الف دولة يا جماعة. يعني كام لوت ولا كام مين لوت ولا كام مايكرو لوت هاه ال 20.000 دولين ده عقد قوته عشرين الف يبقى كام لوت كام مين لوت ولا كام مايكرو لوت اتنين لوت لا احساب هالك حاطب احساب هالك ما ده يعتمد اه استاذ اه استاذ اريج ده يعتمد على بتاعك كام انا احسيت هنا اتنين لط لا اتنين مايكرو لط لا اتنين مايكرو لط يعني كام zero point zero two هو ده لان انا قلت اتنين لط يبقى انه متكلم في عشرين في متين اه معايش انا ااسف لا انا ااسف انا اطلبت انا اطلبت انا اطلبت معايش بالضبط اكده هو يبقى كده اخد اتنين مين لط اتنين مين لط لان اللط الواحد في الميني لط عشر تلاف عشر تلاف ايه دولار فمعايا اتنين عشر تلاف يبقى كده معناها ان ااخد اتنين ميني ايه اتنين ميني لط مازمد كده الله ينور عليك يا استاذ عزام الله ينور عليك استاذ عزام هو اللي ايه اللي جابع مازمد خلاص اتنين مين لط طيب اتنين مين لط معايش ده دي اللي غلال. اتنين من اللط معناها انك انت داخل بحجم بعشرين الف دولار. بعشرين الف دولار كقوة شرائية. خلاص? هي الحزبة كده. فانت ده وقت عندك عشرة اترى دولار ابو تلتمية وخمسين دولار. تعال نشوف ابو تلتمية وخمسين دولار. طبعا هتاخذ هتاخذ ميت. انت خليه نمسح كل الكلام ده. عشان اعرف انك ايه من جديد. طيب. انت عندك تلتمية وخمسين دولار. الليبنش كم بتاعك? انت بتاخذ الليبنش كم? ها? دريج. واحد وخمسمية. طيب احسبي ايه واحد وخمسمية. من واحد لخمسمية. يبقى انت قوتك الشرائية كم? قوتك الشرائية كم? لو خمسمية هتاخذ بخمسمية في كم? في تلتمية وخمسين. يعني حوالي بتكلمي ان قوتك الشرائية حوالي مية خمسة وسبعين الف. صح كده? دي قوتك الشرائية. مضبوط? طيب. ده قوتك الشرائية كاملة. بعد الليبنش اللي هو واحد لخمسمية. طيب. العشرة في المية بتوعيك اللي عادة تدخلي فيهم. عشرة في المية. يعني مية خمسة وسبعين الف. في عشرة في المية. يبقى كام. يعني بتكلمي حوالي سبعتاشر الف. وخمسمية. يعني مفروض ما تدخليش با اكتر من سبعتاشر الف وخمسمية. حلو كلام? طيب. دولي يعملوني كام لط. ها? كام لط? او كام ميني لط? خد بقى العشرة تلاف. خد خد العشرة تلاف الاول. خد العشرة تلاف. اه. اسمها كده. عشرة تلاف. وسبعة تلاف وخمسمية. اسمها كده. العشرة تلاف دولي. العشرة تلاف. ده حجم عقد ايه? حجم عقد ايه? العشرة تلاف. حجم عقد ايه? اه? الميني لط? صح? يبقى نقدر اخد واحد ميني لط. طيب. السبعة تلاف وخمسمية ده بتكملش واحد ايه? بتكملش واحد ميني لط. فده معناها السبعة تلاف يعني معناها بتتكلمه في حوالي سبعة مايكرو. سبعة مايكرو يعني زيرو سبعة. خلاص? يعني اجمالي اللي انت ده تاخد ديه حوالي زيرو بوينت سبن. يعني حوالي سبعتاشر مايكرو. او واحد ميني لط? وسبعة مايكرو. واحد ميني لط? وسبعة زي ما تحسبيه زي ما تحسبيه. المهم سبعتاشر مايكرو او واحد ميني لط? وسبعة مايكرو. طيب بتقسميها زي ما انت ايه? واحد ميني لط اه ياخد واحد ميني لط? وسبعة مايكرو. او ممكن تقول كلهم على بعد سبعتاشر مايكرو لط. سبعتاشر مايكرو لوت? الواحد من اللوت فيه كم مايكرو? فيه عشرة. فيها ايه? عشرة. فبقول سبعتاشر معناها سبعتاشر مايكرو لوت او هو الواحد من اللوت وسبعة مايكرو. زي ما انت ايه? عايزي. تعمل كده? تقضي التقسيمية زي ما انت عايزة بقى. مثلا مثلا انا هاخد صفقتين بس. هممكن تقول لك هاخد صفقة ايه? هاخد صفقة مسلا في اليورو دولار. وان وزيرو بوينت وان. فقط. خلاص? واخد في صفقة مسلا من صفقات زيرو بوينت زيرو سيفن. مسلا. بس عايزة اقول لك حاجة مهمة جدا. ان كبير قوي على المبلغ. يعني يعرر مبلغ الخطورة عالية. تعمل ازاي برضو? لان انا بالوقت نظري ان الواحد من اللوت واحد من اللوت على تورة مئة وخمسين دولار. يعني كثيرة. كثيرة جدا. كثيرة جدا. ده امانة يعني. لان المبلغ تغير. حتة ان هو يعمل لفنش كبير ده مش في صالح المستثمر الاساسي. نبدأ اين عشان تبع عارفة. تمام? صحيح. ده يا جماعة الطريقة اللي انا ازاي احسب نسبة المخاربة بتاعتي. طيب. في بقى حاجة مهمة جدا بقى. ادارة الحساب. نتكلم على ادارة الحساب. ركزوا في الحلقة دي جماعة يا ريت تركزوا فيها كواس جدا. مثلا اهو عندنا اهو نفرض يعني ان انا عندي حركة سعرية مثلا مثلا عندي حركة سعرية. وبعدين عمل كتف. فانا لقيت ايه? في رأس وكتفين مقلوب. ده اللي ايه الاخوة اللي هما اخدوا او يعرفوا تحليل فني كويس. في رأس وكتفين مقلوب اهو. ده رأس وكتفين. ادي كده رأس. وادي كده كتف. وادي كده كده. معناها ان كنت عندك توقعات يوصل مسلا يوصل للمناطق دي. ده الهدف بتاعه. ده الهدف بتاع النموذج. مسلا. فانت ايه? عايز تبدأ تاخد باي. تشتري. اول حاجة بتفكر فيها انت هتاخد قد ايه باي? قد ايه هتاخد باي? نفرض تمشي مع الاسودة اللي انا مسلا عايز ااخد بزيرو. انا عايز ااخد سبعة مايكرو في الصفقة دي. سبعة ايه? مايكرو. طيب. بيجيب احنا التفكير بقى والبعض منكم كتير جدا يقول لك ايه? هو ارتفع كتير. اه ممكن تسميوها على سبعة عشر صفقة مضبوط. رأس وكتفين ما اقول. طيب. فما قول دلوقتي انا صفقة عند المرحاة دي انا شايفها انها عالية. بتقوله مسلا في المرحاة دي. انا شايفها عالية. بس انا خايف بس وقت شوف انت التفكير ايه? بس انا خايف انه هو مرجعش تانية او يعمل تست. لا ده ممكن يكمل صعود على طول. طب اخد اخد فيه دلوقتي ولا استنى شوية يمكن يتجع يحصل تراجع او ايه بالزبط. طب انت في حيرة. حيرة ان كنت تاخدها من دلوقتي ولا تعمل ايه? انت عايز تاخد كام? عايز ااخد سبعة مايكرو. ممكن تعمل ايه? هيخد في المرحاة ديات بس اتنين مايكرو. اتنين مايكرو. اتبقى كام? اتبقى لك كام? ها? حوالي خمسة مايكرو. بقيين عندها. صح? لسه بداخلتش فيهم. فرايح راح السوق راح الحركة السعرية فعلا نفترض يعني انها حصل لها تراجع. ايه? حصل تراجع كده هو? اه? المنطقة دي. يعني ايه? بتعمل عند خط النيكلاي. اه ده انت الحذية كان حتة كويسة وانا عايز ادخل فيها برضو. خلاص? طبعا انت انت اساسة لو انت درس تحديد فني كويس هتعرف ان اللي هو اللي هو اللي هيبقى في منطقة دي. يعني تحت الكتف الايصر الكتف الايمن بحاجات بسيطة. فانت نفض ده اللي هو اللي هو بتاعك. قليته هنا اعمل فانت عايز تبدأ تاخد شرة تاني من هنا. فتعمل ايه? عندك لسه كمية صحة بالصحة. فابدأ اعمل ايه? ادخل بكمية تانية في المرحلة دي. بكم مسلا? لأ هنا بقى ممكن اخش بالخمسة مرة واحدة او اخش بكم? بتلاتة. اخش مسلا بايه? تلاتة. ارتفع. قلت ايه? قلت كده انا هاخد الكمية دي كده هو لو كمل واخترك المنطقة دي اخد الكمية التانية بقى. التالتة بقى اللي هو ايه? اللي هو الباقية. اللي هو زيرو بوين زيروان. صح كده? اه لا اللي هو زيرو اتو انا زيرو اتو اتقول له والله اللي هو وصل واخترك المقاومة الاول نية دي اختركها فانا هاخد كمية وازود. فيما انت كده النهاردة عملت ايه? انت اخدت. الصفقة بتاحتك اللي هما السبعة مايكرو? باماكن سعرية مختلفة. يبقى كده مسكت العسام النص. يبقى انت مسكتها من ايه? مسكت? حزمت السعر. حزمت الصفقة بتاحتك. ادرت ادرت تمسكها ما تهربش منك. ما تهربش منك. معي? فكده معناها ان بوزع الكميات اللي انا محددها في الصفقة. دي نقطة مهمة جدا. ودي حاجة اسمها عن ديت من ضمن استراضيات ادارة رأس المال. ادارة رأس المال. تمام? طيب. في حد عندنا تسألت في الحديد يا جماعة? طيب. طيب. حنتكلم على خصائص الصفقة الكاملة. ايه خصائص بقى الصفقة الكاملة? يعني ازاي الصفقة اللي انا هاخدها عشان تكون مكتملة لها اربع شروط او اربع خصائص. خلاص? مهمين جدا يا جماعة. ما ينفعش اننا ولا واحدة منهم ما يكونش انا محدد. اول حاجة انت بتحدد لنفسك سعر الدخول هتدخل عليه? هتدخل بسعر الدخول قد ايه? بقيمة كام? اه والله دي المنطقة دي اللي هتدخل فيها مسلا. سيه? هتدخل من منطقة شرائية في المنطقة دي. خلاص. كده انت محدد مناطق الدخول اللي هتدخلها. بس قبل ما تشتريه. لازم يكون انت عمل. وتحديل نفسك. انت المستهدفات السعرية بتاعتك قد ايه? يعني الهدف بتاعك لفين? لحد فين? فكده عرفت سعر الدخول والمستهدف بتاعي. طب نقص ايه تاني بقى? طبعا المستهدف بتاعي ما يسمونه الميت. او التك بروفيت. الميت او التك بروفيت. نسميها ايه? التك بروفيت. اللي هو المناطق اللي حاجبنا فيها يا ربحي. كمام? طيب. وبعدين لازم يكون محدد لنفسي واقف الخسارة. واقف الخسارة جماعة دي الحقيقة لها تكنيك في التعامل معها. لها تكنيك. يعني مقدرش ان انا احط في ناس تقولك ايه? انا عايش احط الوقف الخسارة في اقرب حتى ممكنة عشان اخسارة متبقاش كبيرة. غلط. ده كلام مش بضبور. كلام مش بضبور. يعني ايه? هاديكم مثال. حركة سعرية كده? وبتقول انا ايه? انا حدى اخد صفقة بتاعتي من هنا. مثلا هنا. هاخد صفقة من هنا. حلو الكلام هنا. طب حتحط الوقف الخسارة فين? انا هتعمل سل. يعني انت هتعمل هنا سل. المنطقة دي. يعني انت بتوقع ايه? انت بتوقع مواسط الم Voice فتاءت بتاخد سل. طيب. حتحط الوقف الخسارة فين? طيب لا انا عانا عايز حاطه الوقف الخسارة. فاитайم هتقول ايه? في مع Jordan裝ي ستقولك ايه? انا حعط الوقف الخسارة بتاعتي في المنطقة دي علشان لو انطلع اطلع بقى اللي خسارة ممكنة. هنا اقدر اقولك انك انت حددت نفسك الخسارة قبل بتربح اساسا. يعني انت لو بتفكر تربح انت عمرك بحتربح بالشكل انت بالمؤكد ان كل صفقاتك هتبقى خسارة. او اغلبها. تمام? ليه? لان لازم اعمل حساب تزبزبات والحركة السعرية. المخالفة السعري. ممكن تحصل. فلازم احط تبتيج الستوب لوس بتاعي او وقف الخسارة. في مناطق لو وصل لها يبقى من المؤكد انه هو عكس الاتجاه. فبالتالي ايه? ان انا احط الصفقة بتاعتي هنا. بس هنا عند مطات الايه? المقاومة دي. عند مطار المقاومة. احط الستوب لوسة. كلام جميل وصح. بس مش فنية اولي. ليه مش فنية? لان حضرتك مطلوب انك متحطهاش على المقاومة بصبت. حطها اعلى من المقاومة. ليه? لان ممكن يحصل ايه? ممكن يحصل. الحركة ده باكده. تيجي هنا. انت اخدت السلم من هنا. فيبدأ يتزبزب. ويطلع تاني المقاومة السابقة. ويبدأ ينزل. فانت لو حدتها عند المقاومة بالزبط. فوقيتها مع انها هطلعك بخسارة. ونزل. فهتقول لي يا الله. لطلعني بخسارة وبيغزني كمان وبينزل. لا. انت اللي حطت الستوب لوسة غلب. انت حطوته غلب. ما تحطوش عن يعني عايز تحط الستوب لوسة. او انت اخد باي. ومتوقع السعود. ما تحط الستوب لوسة عند نفس المنطقة الدعم. لا حطتها تحت المنطقة الدعم. طب في في السلم. حطتها اعلى من. وقف الخسارة. اعلى من ايه? من منطقة المقاومة. علشان ممكن يزور المقاومة بتاعتك وينزي منها. مينفعش تحط الستوب لوسة بتاعك على المقاومات والدعوم. دي نقطة مهمة لازم تاخدوها في لعبة. تمام? طيب. اهم حاجة بقى بعد ما انا بحددت سعر الدخول. وقف الخسار الستوب لوسة. والتيك بروفيت بتاعي. تحدد نسبة النقطة بتاعتي. انت عايز تخش في الصفقة دي. بنسبة مخطرة دي ايه? بنسبة مخطرة دي. عشان كده في خطط بتقول لك ايه? في بعض الخطط او الاستراتيجيات بتقول لك من خمسة خطة اسمها خمسة خمستاشر. يعني ايه خمسة خمستاشر. يعني ممكن تتداول بين خمسة في المية من من رأس مالك لخمستاشر في المية. طبع خمستاشر في المية ازاي باخدش? الخمسة في المية في زوج وخمسة في المية في زوج تاني وخمسة في المية في زوج تالت. فانت كده بتوزع? مفترض انك انت حدق الاقصى انك تضارب ثلاث ازواج في نفس الوقت. ده حدق الاقصى. مش اكتر من كده. محدش يدخل لي اكتر من ثلاث ازواج. اكتر من ثلاث ازواج كده انت 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 كده مش شغال استراتيجيات خالص. انت كده يعني ايه? بتلوش. بتقول انا وحظي. ده مش ماضي. تمام? يبقى ازا انت حديد نسبة مخاطرة واحنا كانوا عليها من شوية. ان انا زي ما اقول ايه? انا عايز عشرة في المية بس بالنسبة مخاطرة بتاعتي. فانا هتخل في الصفقة ديت مثلا. العشرة في المية اللي هي اللي نسبة مخاطرة بتاعتي. هدخل في الصفقة ديت بس بخمسة في المية. فقط. خمسة في المية. تمام? فبالتالي انت عارف هتدخل بكام لط? يبقى لازم تبقى عارف كام لط او مين اللط هتدخلوا ويتحملوا الحساب بتاعتي. طب سؤال يا جماعة. سؤال سؤال. انا عايز حد شاطر يقدر يجاوبني على السؤال ده. هو ليه انا بدخلوا عشرة في المية فقط وبسيب مبلغ كبير موجود بره. بسيب مبلغ كبير موجود بره. يعني تسعين في المية من حسابي حطوا بره وبيستخد بصر عشرة في المية. ليه? ايه اهمية الكلام ده? حد عنده اجابة? هيا يا شباب. حد عنده اجابة? انا بدخل بعشرة في المية. ليه بدخل بعشرة في المية? خوف ما تقلبت السوق. مظبوط هو طبعا لازم خوف ما تقلبت السوق. ولكن ليه? ليه يعني بالتحديد عايز بشكل ادقة شوية. سؤال. سؤال. طبعا انت عارفين المرجن والتري مرجن. صح? طبعا انت عندك دخلت صفقة بمرجن معين. اللي هو حاجزه منك المرجن معين. وسابه منك يعني سابه يعني مثلا نفرض ان هو انت عندك حساب الف دولار. مثلا. حاجزه منه. حاجزه منه. اللي هو يوزم المرجن. عشر مية مية دولار. اتبقى في حسابك. تسعمية دولار. صح? لو حصل خسارة. الخسارة بتاكل فين? لو انت عندك الصفقة دي اخدها وبدأ يحصل خسارة. الخسارة دي بتاكل منين? الله ينوى عليك. ايوه. بس ركز بقى في الحتة دي. ودي بتحصل معي كتير. لان احيانا ببقى انا عارف متوقع السوق. كويس. ولكن بيحكس معي السوق. اللي بيحصل. بس يا جبعة. الفريموارشن لازم يكون كبير. علشان. حسابك يقدر يستحمل. او التصحيح المؤقت. يعني ايه? يعني مرة دخلت انا في النيوزولاندي. النيوزولاندي? صعد. انا النيوزولاندي. اخدت لكم بمثال. النيوزولاندي طلع 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 وعمل ايه? الحركة دي. كده ايه? كده دبل كده دبل طوب. جميع. يعني واضحة وضوح الشمس. فوراحت عمل ايه? ده النيكلاين. وروح تاخد من هنا سل. وخلي بقى حسب تحليلي? حسب تحليلي. انا بنسبة كبيرة جدا متأكد انه هو ايه? حيكمل ايه? حيكمل نزول. صح? طيب. اما اخد انا عشرة في المية. بس مصطفقة. وخلي التسعين في المية. فبالتالي ممكن السوق يعكس معايا. بشكل المؤقت. يعكس. يعني ايه? يعني ممكن يحصل كده صعود تاني. بعدني ينزل تاني. وده اللي حصل معايا. هو ده اللي حصل معايا بالزبط. طيب اما يطلع تاني فوق ده. بيحقال لك خسارة ومش بحلقة خسارة. بيحقال لك خسارة معلقة. مش خسارة حقيقة. خسارة معلقة عن ايه? لانك مقابلتش صفقة. بيبقى كده كده الخسارة تظهر قدامك. خسارة. لو حسابك ما يستحملش. لو حسابك ما يستحملش. او ما كانش فيه تسعين في المية دولي. ومش هتقدر تستحمل التصحيح ده. نهائيا. لان حسابك اتاكل منه. والمبلغ ده ما يطلطش يستحمل الارتداد ده. فتلاقي نفسك. كل مرج. كل مرج. يبقى لالهدف بتاعي اما خش بعشرة في المية. لان انا في احتياج ان اصيب في حسابي تسعين في المية بره السوق. علشان السوق لو نعكس معي او او عمل تصحيح. مجرد تصحيح وهيرجع ثانية للتجاوه. فاقدر استحمل هذا التصحيح. اقدر استحمله. وده اللي نجحتي فيه الحقيقة. في ناس? لا لا فيه ستوبلوز طبعا هنه ستوبلوز هون? هنه ستوبلوز بتاعك. انا قطع عمل ستوبلوز. حلوة كده. في الذهب انا عارف للتجاوه والله والله انا بقالي بص جماعة قبل السعود القاول للدهب ده. انا عمر ما دخلت بص من ساعة ما كان الدهب بيتداول في الفترة اللي فاتت ديت. او في خلال يعني خلال السنة اللي فات دي كل ده. انا عمر ما دخلت الدهب سليم. عمر لي ما دخلته سليم. تركيزي مع الدهب باي. لان كنت متأكد بنسبة كبيرة ان هو هيعدي الالف تلكماني. ولكن عارفش فكان احيانا يعكس معي الدهب. يعكس معي. حلو الكلام. فانا عارف يعكس معي. خلاص. وعارف ان هو مش هيوصل للستوبلوز بتاعي. بس انو بتاعي بعيد. استوبلوز بتاعي بعيد. يعني ممكن تحط استوبلوز. انت حطوا استوبلوز بتاعك. طب استوبلوز بتاعك ده. اللي انت تحطوا بعيد. بعيد كل البعض عن. يعني في المارجن. يعني في المارجن مش هيستحمله. ممكن يكل كل المبلغ بتاعك. فانا عشان استحمل. لازم استخدم عشرة في المية فقط. وهسيب التسعين في المية. عشان حسابي يستحمل. تصحيح. او الكوريكشن. الفضل يا استاذ اوسامي. الفضل. في ناس عاملة تبريد. ايه رأيك. تبريد دي يعني ايه تبريد. مش فهم. يعني ايه تبريد. احتفاظ يعني تقصد احتفاظ. تقصد احتفاظ. تعزيز. تعزيز. بص انا مش مع التعزيز. يعني انت اخدت هنا سل. انت اخدت هنا سل. حل. ففي ناس بتبدا تاخد ايه سل التاني. سل ثالث. سل رابع. وتعزيز. سل 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 سل. وهو اعدل. انت ده بيبقى اقرب طريق للهلاك. ده اقرب طريق للهلاك. ليه? لانه هو انت عامل حسابي عشر في المية. تفهمش ازاي? فانت بقى طبعا شايف ان هو عكس فتبدا تعزز وتعزيز وتاخد سل تاني وتاخد سل تالي وتاخد سل تالي وتاخد سل رابع على سل وهو هارجح تاني. طب وافرد ما راجعش. افرد ما راجعش. انت بقى شوف ايه ادرى بقى خصوص بتاعتك قديه? صح او لا? انا على الاقل دخل بصفقة واحدة. واعكس السوق علي. فانا احتفظت بالصفقة بتاعتين. ما دخلش بقى او عزز. خالص. نهائيا. ودي من الدروس المستفادة جدا. لان انا خلتحت ايدي عملاء كتيرة للأسف الشديد. والله 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 خسروا. مش عايز اقول لك يعني كل الحسابات اللي فتحوا. بسبب ان هو كان بيعزز بقى. يقول لك ايه? وهو اساسا ممكن يكون تحليله غلط وماشي عكس الاتجاه السوق اساسا. يعني لازل تحط احتمالية انك انت ماشي عكس السوق. او ماشي غلط. تمام? مفونا يا اساساة? طيب. نرجع تاني. نرجع بقى ان نقول اهم الادوات الفنية لرسم خطة ده. حلو كلم? وصل معها مبدئيا. احنا كنا محللين فنيين نعمل كنا واحد يقع كده معنا في جلسة ويقول لك انا محلل فني ولي خبرة كبيرة ومشرف ايه? فازاي بنكتشف ان هو محلل فني شاطر ولا محلل فني هاوي? هاوي يعني مش محترف ده هو خده هواية. بنعرفها ازاي? بسؤال. بنقول له ايه? والله انت بتحترف بتحترف قراءة كم مؤشر فني. بيقول لي والله لا انا عارف كل المؤشرات الفنية. بس هو بيقول لي اعرف كل المؤشرات الفنية او يقول لي اعرف خمسين او تلاتين فنية من الواقشات الفنية فكده بعرف ان هو مش محلل فني. هو مش محلل. مش معنا. زي زي بزبط ايه لو انت اي واحد مدير مسلا ويجي يسأل واحد يقول له انت حضرتك اه اه اشعارت فين امت كده او خبراتك. فبعض اللي اللي بيتعلموا الوظائف متخيلين ان كل ما زاد كمية الشاكلات الشغل فيها دي حاجة كويسة. لا ده فيه مدارين ازجاج جدا بيعتبروها سلبية. ليه? لان معناها انك انت ما ما بتقدرش تستمر اه في الشركة من طويلة. اكيد بتعمل مشاكل. فعلى شكرا بتبنير من شركة لشركة لشركة. فبالتالي بيعتبروها سلبية. سلبية وفيه ناس كتير ما تعرفش الشيء ده. احنا النهاردة عايزين نعمل توديفة من بعض الادوات الفنية ونعرف كل اداة فنية متى وقت استخدامها? متى وقت استخدامها? تمام? انت عندك ادوات فنية الادوات فنية كل اداة فنية لها استخدام محدد. سؤال محلل الفنيين بقى. المفترض انت هو ناس عندهم فكرة. مؤشر المكدي. مؤشر المكدي. مؤشر المكدي. 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 مؤشر المكدي. لو فيه اتجاه كده صاعد وبدأ ياخد اتجاه عرضي. تتوقعوا في الحتة ديت المكدي يقراها ايه? ان يكمل صعود ويكمل هبوط. في المكدي. لو نفرض ان اتجاه صاعد وبعدين راح عامل اتجاه عرضي. وانا بيستخدام المكدي. المكدي. يا طبعا تشوفوا المكدي في المنطقة دي يشوفها ايه? شوفها انها كامل صعود ولا هبوط. شوف بقى المنين الشاطر بقى. يلا. في ايه? في زيرو? يعني ايه في زيرو? يعني ايه زيرو? يعني ايه زيرو? هم? يلا جماعة. السلسل السلسل رجل نشيد بصراحة يعني. فين البيت الاخوة? يعطي خط متفارق بين المتوسطين. بيعك زيرو تجاه. يعطي خط متفارق بين المتوسطين. كلامك مضبوطة. بس في حاجة اوضح من كده شوية. الحقيقة احنا اللي نقدر نقول ايه? نقدر نقول ايه? اعتقد اتصاعد. اذا كان عرضي يكون الانحيادي. يصير الخط الاحمر والازلق متطبقين ما بين. طيب اقول لكم انا. اما يكون عندي خط اتجاه عرضي. مينفعش يستخدم فيه المادي اساسي. ده الاجابة. لان المادي. كمؤشر يستخدم. في الاتجاهات الواضحة. الاتجاهات ديه الواضحة. تمام? بيسمون معناها ان هو اذا كان فيه اتجاه صاعد استخدم المجدد. اتجاه هابط المجدد. اتجاه افغي انسى المجدد. انسى لا. وللاسف شديد. بتلاقي كتير جدا من الهواء. خلاص اتجاه اقول المحلمين. الهواء. بيستخدموا المجدد دي في الاوقات دي. اللي هو التجاه لأفغي. يقول لك يا اخي والله المجدد ده من الاسف مؤشر فاشل. لا. انت ما عرفش امتى تستخدم المؤشر. هدي المقطة النهاردة اللي احنا عايزين نوصلها. طيب. اللي عايزين نوصله ايه النهاردة? ان احنا هنحاول نبني كده مع بعض خطة للتداول ما بيننا ومن بعض. خطة للتداول. اه. ونقدر من خلالها. نتعرف. على الادوات اللي احنا نستخدمها في الخطة التداول. طبعا دي حاجة مهمة جدا وان شاء الله يعني في النهاية خلص احب اوريكم كدوت. اه يعني فكرة التحليل ازا انا بقوم بالتحليل يعني تمام? طيب. اول حاجة. انت مطلوب انك انك تحدد الاتجاه العام. الاتجاه العام يا جماعة. همقول اتجاه العام معناها ان حضرتك هتروح على طول يا اما عن فريم المنطلي او كده. هتروح الاتجاه العام. معناها انك انت عايز تعرف الاتجاه العام ايه زوج بتاعك. مينفعش انك تروح على اربع ساعات او الساعتين تتداول فيه معنا طول. ده مينفعش يا جماعة. ده غلط. غلط جدا كمان. وهتلاقي اغلب قرارتك مش صحيح. حتى لو فينا مازك تنين. قصة قلها ان لازم اوجد الاتجاه عاني. انا دلوقتي حادي اخد صدقة. انا فيه من الاتجاه العام بتاعي. دي نقطة. نقطة التانية. طبعا في الاتجاه العام بقى ده. بقدر احدد هنا بقى. مناطق القمم والقيعان او من الدعوم والمقاومات المهمة. يعني ايه? احط بقى الدعوم والمقاومات الشهرية او الاسبوعية. خلي بالك. الدعوم ديت والمقاومات ديت بتبقى فرص استثمارية او فرص او صفقات بتبقى بنسبة كبيرة مضمونة. بنسبة كبيرة. يعني ما تلاقي مسلا عندك خط مقاومة شهري. زهر لك وانت بتتداول على فريم الساعة. انت بترسموا بقى بخط مسلا نون ازرق احمر اي حاجة ما في انت عارف انت بخط شهري. ولقيت فيه خط مقاومة. على فريم الساعة او الاربع ساعات. بس لخط المقاومة انت بترسموا وترسموا على الشهري هتعمل ايه? ده انا اخدوا سل ونص وثلاث تربع كبا. اخدوا سل ونص وثلاث تربع. باهمني زي? صفقة ما تتفوجش. ما تتفوجش. ناشي? طيب. فبالتالي عشان كده. لازم اخد الاول فريم المنطل. احد فيها الانتجاه العام. خلاص من خلال التريند بتاعي. واعرف انها القومة المقاومة او ده عمر المقاومات المهمة جدا. تمام? طيب. في حالة ازا انت خلي الانتجاه العام ده. بيواجه بعض الحركات الثانوية. الانتجاه الرئيسي بيحصل في بعض الجهات الثانوية. الانتجاه الثانوية يعني ايه? انا عندي هوت. حركة سعرية. خلاص? وبعدين. قلت ان احطت عندي بتاعي. اه. كده معناها ان مع عملية النزول ديت. ده تصحيح. مش ان اعكاس اتجاه تصحيح. هنا انا تصحيح. ده اتجاهات كلها تصحيح. هو هيبدأ انت عارض كده ان هو هيكمي صعود. بس هو بيصحح الاتجاه الحالي بتاعه. علشان يبدأ يجمع الباور ويقدر يطلع لقمم اعلى. فلازم يعمل تصحيح. طب التصحيح ده. لو انا عايز اقتنس فيه فرصة. هاستخدم ايه بقى? لو عايز اعرف او اتنبأ او اتوقع. اتوقع. المناطق التصحيحية. والمناطق الموت يرتدي منها. استخدم في فرصة. استغفل في منtrans. واهم نسبة اهم نسبة على الاطلاق اللي هي واحد ستين وتمانية من عشرة في المية. طبعا في آآ تمانية وسبعين في نسب بعد كده اللي هي بتصاموها في الهر مونك اكتر للناس اللي بتستخدم الايه? الهرمونيك الناس اللي بتستخدم الهرمونيك لكن على كل حال ان اهم نسبة هي ولكن عشان تنجح النسبة معاك لازم تكون انت راسم الفيبوناتشي بتاعك من قاع وقمة او قمة وقاع بشكل صحيح اسباب الفشل في بوناتشي ان الناس بترسم الفيبوناتشي غلط وتحقودها من دعوم وقومات غلط دي مشكلة كبيرة لازم تعرف القمة والقاع اللي هتستخدم فيها البوناتشي علشان توجد مناطق الارتداد الحقيقة وانت ايه شغل تمام? طيب يبقى كده معناها ايه? ترندات معنا كده عرفت ان الترندات ان احنا لازم نشوف الاتجاه العام ونشوف المنطق والوكلة ده اول كده خطوات بتاعتنا ونستخدم في بوناتشي في التصحيحة ميجيش بقى حين يستخدم موناتشي مع الفضل وملياء خد بقى نقطة مهمة جداة في بوناتشي التلاتة وعشرين وستة مع عشر في المية. واحدة وعشر. دي اول نسبة من نسبة في موناتشي. اذا الحركة السريعة ما قصرتش النسبة دية فا ما تتطلبش في موناتشي الخاطر ما تفكرش في موناتشي. مافيش تصحيح. ده يعتبر تصحيح. ده عشر وستة مع عشر في المية لو ما قصرتش ما لا يعتبر تصحيح. يشترط كسر النسبة الاولى من النسبة في موناتشي عشان ابدأ استخدم ايه في موناتشي تمام طيب بعد ما استخدمه في موناتشي ابدأ بقى اياخد ايه قسم خطوط الاتجاه بتاعتي خطوط الاتجاه اللي ممكن اطلع منها بيا نماذج فنية يا اشكال منتظمة للحركة السعرية من ضمنها اشكال منتظمة للحركة السعرية يا اما بيكون فيها اوتاد او قنوات سعرية خلاص او اللي هو الاوتاد المتسع دي اسمها الحركات اللي هي اغلب الحركات المنتظمة اللي بتحصل للحركة السعرية تمام فانت بتاخد ترسم بقى الاتجاهات اللي ايه من خلال كده بقى ترسم الحركات السعرية الثانوية اللي انت هتبتع بقى ايه تعمل فوكس عليها دي ابدأ تركز عليها واحورها لكم كمان شوية تمام يبقى النهاردة اخد اتجاه عام وابدأ اعمل خطوط الاتجاه السنوية واشوف بقى ايه الحركات المنتظمة وابدأ احصرها وحاصر الحركة السعرية بعدها خلاص استخدم حاجة مهمة جدا جدا جماعة اللي هو المتوسطات المتحركة طيب المتوسطات المتحركة الجماعة دي دي بتديك يعني بتديك تحذير يعني بتديك يعني بتحذرك من حركة السعرية او بتأكد لك الحركة السعرية المتوسط المتحركة من اهم ولكن طبعا انت اهم نوع من انواع المتوسطات المتحركة اللي هو اللي هو ماشيش السامبل يا جماعة ده من اهم واقوى المتوسطات المتحركة ويمكن المك دي هو اللي بيستخدم اللي بيستخدمش غيره المك دي تمام فبالتالي استخدم المتوسطات المتحركة خلاص ما تاخدش منها كسيجنلز ما تاخدش منها كسيجنلز شراء وبيع لا خدها كنوع من انواع التأكيد للحركة السعرية بتاعتك انت بتوقع حركة السعرية صعود طب بينا هيأكد لك الشيء ده لازم يكون في حرك متوسط متوسط سعري يأكد لي الحركة السعرية بتاعتي دي نوقع طبعا طبعا رغم ستة الكشف عن مناطق انعكاس او مناطق التصحيح قبل ما تحصل وده بيتم من خلال اللي اكتشافه من خلال الديفرجنس او الار اس اي الديفرجنس او الار اس اي طبعا انت عارفين ديفرجنس جماعة طبعا انا بتكلمكم على اساس انتوا عندكم خلفية بكلام ده لانا كل الحادية محتاجة وقت طبعا في شرحها لكن انا بتكلم ان مفترض انتوا عندكم خلفية بالاجزاء دي فى حد عليكم السلام وبرجموك تمام ان شاء الله بنشر الله برضو انا الاوقيت ان شاء الله بقدر اليمكان ان شاء الله بيتعاون مع الاول الكرمرة الاول ان انا احاول ااخذ ان حمد رب انا الحمد لها من الناس بتخصص جدا في المقد دي وبحب استخدام الر اس اي دول اهم ومش انه عندي بيستخدمهم مع ال aspir XX فنجي من مؤشرات المهمة جداً بيستخدمها ويعني نفعان الجامل جداً فإن شاء الله هحاول بقدر الإمكان أن أقدم وابنالات متخصصة شوية مع بحيث أنها تكون أكثر استفادة لكم بإذن الله إن شاء الله، تمام؟ طيب الحقيقة هي مش مغرد أفروض شرائي وبيعي على فكرة أنت ممكن تستخدم وترسم عليه الترندات بتاعتك من موزات الأرقس إنه ممكن يسبق يعني مثلاً لو أنت رسم عليه الترند صاعد ورسم على نفس المنطقة برضو الرحات السعرية الترند صاعد ف関 healing فممكن للأرقساء يحصلات الترند قبل ما يكفكر الحرقه السعرية تقصروا الترند وبالتالي بيعطيك إيه؟ بيعطيك تحذير بيعطيك تحذير بيعطيك تحذير الحياة للرقس اي بردس معلية ترندات وحاجة غير طبعية بيدي لي حاجة يعني بيدي لي توقعات غير طبعية ممتازة وكمان بيستخدموا كمان في الدايدرجنس مع الحركة السعرية سواء الرقس اي او الماكدي بيستخدموا الاتنين في الكشف عن مناطق الدايدرجنس او الانفراج او الاختلافات بعد الخطة الستة ابدأ ايه? اتعرف على قوة الترند اللي ايه? هتابعه بقى انا هاخد صبقة اكيد الصبقة دي لازم تكون تابعة لترند لخط الاتجاه طب خط الاتجاه تصنيفه ايه? خط الاتجاه قوي ولا ضعيف حد ولا مائل اه حد الميولة ولا ولا يعني يعني غير حد كم زيه? لازم اعرف النوع الترند اللي انا داخل فيه دي نقطة مهمة جدا الجماعة لازم اتعرف عليها ومن ضمن الحاجات اللي ممكن من ضمن الحاجات اللي ممكن تعطيني كمان مؤشرات بقى ممكن تساعدني في التعرف على الحركة السرعة او التجاه السعر الحالي هو ومؤشر ال اي دي اكس ومؤشر ال اي دي اكس بص يا جماعة انا ما اكلمكم هو هو بديكم شوعة مؤشر كل مؤشر الليه وضعه وليه وقت استخدامه شوفتوا بقى? فبالتالي لو انت عايز تتعرف على قوة الترند ممكن تستخدم الفوليو وتستخدم ال اي دي اكس مؤشر من مؤشرات المختصة بقوة الترند ترام? فعلا بعد كده هو المكدي المكدي بقى ده يعني بيسموه سيد المؤشرات ده اللي بيحترف التداول معاه بيدي اشارات جدا قوي انت بقى لازم تعرف ايه المكدي يترب يتقاطع فين مع السينتر لاين بتاعه اعلى السنتر لاين ولا ادن السنتر لاين بتاعه وهل هو المكدي حصل تقاطع مع السنتر لاين ولا لا? هنا تعرف اوضاع المكدي لان المكدي هو اللي بيأكد لك على الاتجاه بتاعك وبيدي لك اشارات جدا رائعة وقوي اخر حاجة خلاص ان انا مبدأ احلل على فريم الساعة او اربع ساعات بالتزامن مع الفريم الاكبر اللي هو ايه الشهري والاسبوع هنتعرف عليه دلوقتي مع بعض ازاي الطريقة التالية انا اعرف ان طولت عليكم اطولت عليكم معيش بس ايه يعني ان شاء الله تكون ايه باستفادة يعني خلينا ايه? نفتح كده الميت التريدر ونتعرف على ايه? على طريقة ان انا ايه فكرة ان انا اشوف التالية من الاربع ساعات والساعة والحديث كلها ايه الفكرة بتاعتها? بس يا جماعة ده الدهب وماشي معايا بالخطوات اللي انا عايزة بالساعة خلاص? تعالوا نشوفوا المنطل او الوكلي خلي الوكلي احسن الوكلي اذا مع شاشة قدامكم بزهرة ايه ايه ده على الوكلي الوكلي بيقول لي ان هو كان فيه تريند هابط خلاص? الوكلي وتم اختراق تم ايه? اختراق كده معناها ان على المدى الطويل ده كنت بتكلم عليه من زمان على المدى الطويل خلاص? ان الدهب ايجابي ايجابي ده الانطباع اللي انا اخدته من خلال ايه? من خلال هو الرسم مبيني ده طيب طبعا انا اخدت اعمل هنا ايه? حاجة مهمة جدا حطيت هنا مناطق كانت مناطق دي مناطق بالنسبالي اا مناطق اا مقاومة مهمة شايفها ايه? شهريا او شهريا فيه مناطق مقاومة تاريخية ايه ومقاومة فاخدت شايف انها ايه? اسبوعية انا اسبوعية اسبوعية فانا شايفت ايه مناطقة مهمة جدا لابد ان انا ايه? اخدها في الاحترام خلال اما جدا انا انا عديلي بقى بص عديلي انا كده خلاص عرفت انا فين من الشهري صح? عديلي الاقي في ايه? اه دي انا لاحزت ان عندي اكسبيندد وجز اكسبيندد وجز خلاص? يعني معناها وتد متسع وتد متسع فين بقى? ده انا نخلي بقى انا قلت لك تريند هابط وفي نموذج داخل او 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 يعني ما بين التريند الهابط ده نموذج اصغب منه اللي هو اللي هو اه ده نموذج على فريم الديلي وانا طبعا او كلكم او غلبكم ما بتدولش على فريم الديلي ما بتدولش على فريم الديلي ايوه لكن انا لاحز هنا ايه? انا لاحز ان انا عندي فريم الديلي خلاص كده عرفت ان دية مناطق اصبح فيه حرقة منتظمة للحركة السعرية طيب معناها ان اول ما بوصل هنا مرحلة هنا عندي هنا الديهب فانا كده ما قلت خلاص كده معناه ان متجه ايه؟ للصعود لفوق ان نعدل مرحلة جاء فترة بعد الاخوة قالوا ايه؟ قالوا خلاص وصل الديهب لالف وتلقمية وعد الجزء اللي هو الف وتلقمية وستين ده قال لك خلاص بس المرحلة دي خلاص مرحلة سلل خلاص تبدأ داخد سلل سلل او عند الف وتلقمية وخمسين قال لك سلل خلاص سلل طب يا جماعة لسه طلع شوية ديلي انا بعد جدا هو دا حصل ايه؟ دخلت على الديلي بقى خد بالغ انت انت ماشي خطو خطو كده عندك مناطق ايه هو دي ايه؟ مناطق ايه؟ دع ودي مناطق مقاومة لما بتبقش على الساعة هلاحظ هنا بقى فيه نمازج زورة هتلاقي هنا نمازج متمازج هادفه هادفه بالملي بالملي بعد ما وصل المرحلة دي هنا جماعة ونزل ونزل المناطق لمناطق دي يعني هو كان في منطقة دي تقريبا يكون تقريبا في المناطق دي اصلا كده في المناطق دي ايه؟ شو مقاومة دي؟ كان في منطقة دي قال لك الناس احنا اخبرت سلي خلاص السلي هنا دي فرصة سلي ان احنا نطلع من الدهب لانا هيكمل هدفت قال لك قال لك قال لك ليه قال لك اصلا في نموذج اول حاجة نموذج ده خلاص ان انا هنا اول حاجة في المنطقة دي لو انا في فريم لاربع ساعات والساعة ده كان خط مقاومة عديلي ودائما المقاومات اللي عديلي بتبقى اقوى من الدعوم المقاومات اللي على الفريم بالتالي اما يكون يوصل برحاة دي فبالتالي لازم يكون صفقة حلوة جدا ان اخدتها سلي سلي لحد فين انا اخدت هنا سل فيه خلاص وابدأ اقول ايه انا خلاص انا مع السل ده هابدأ اخد سل في المنطقة دي ده اللي عندهم مطاة ايه مطاة مقاومة فاسناء نزوله كولني نموذج بقى هنا مهم اولا فاول ما شفته الناس عند المرحلة دي سيقول لتكم يقولوا ايه بيقولولي هنا منطقة خلاص سل لده خلاص نزل معناها هيكمل نزول لا ليه معناها ان هو هيكمل ايه هيكمل صعود وفعلا هو ده اللي حصل مع الصعود بتاعه طيب جيجي هنا بص الحرقة السعرية بتاعتك الحرقة السعرية بتاعتك فين هنا من بعد اختراق المقاومة لعلى الفريم الوكلي داخل يبقى انت كده نهاردة بتسلم نموذج لنموذج اخر اقل فاقل فاقل علشان بتجي دول اربعة ساعات او الساعة لاب انت عارف انت شغل فيه بالتالي انا هنا بقى توقعاتي ايه كده عندي نموذج سيد دابل دابل ايه في اطار التكوين دابل طب في اطار التكوين لو ما اداش يخترق المقامة اللي احنا بمانسبة بلده معناها ان هو في احتمالية ان يقسط خط المقامة اللي خط الدعم اللي هو من لون الاصفل ده لو كسروا معناها ان احنا هنستهدف مناطق ايه المناطق ديه يا جماعة بس مش محبش انا اسبق الاحداث ليه لان انا قلت دابل طب في اطار التكوين لكن لم يتكون حتى ان امتى يتكون اذا كسر اذا كسر خط دابل طب دابل طب انا ترى ما كان عندي اللي هو اه اجيبوا واي بص اجيبوا واي جماعة اجيبوا واي دابل على خلاص عمل ايه عمل النموذج اللي هو الاتجاء اللي هو الوتد الوتد الصعد خلاص ايه اللي حصل فيه انا قناع عندي توقع طبعا انه هو يكمل صعود لحد المناطق دي بس تقريبا هو ما قدرش يكملها اساسا وده شيء يعني ايه عاكس توقعاتنا شوية وهي خطو منتظر انه هو يقصر الوجه اللي هو ايه الوتد الصعد تبدأ تخش على الايه على هتلاحظ هنا ايه بقى هتلاقي هنا بقى النماذج الفنية اللي بتدعم النموذج الاكبر نماذج فنية بتدعم النموذج الاكبر حل يعني هنا في الحلقة دي انت عندك هنا ايه عندك تقريبا زي دابل طوب دابل طوب دولي انت بالنسبة لك انه هو تكسر المنطقة دي بالنسبة لك عملت ايه سل على طوب سل على طوب تمام هتلاحظ هنا انه هو يعمل لك ايه ممكن يعمل لك اي نموذج من النموذج الفنية اللي انت ممكن ايه تتبع المهم انك انت في في الشردة كله تحاول توصل لحركة سعرية بص هناك انت فيه رأس وكتفين رأس وكتفين فين ده مكانه تعالي بص هنا رأس وكتفين ده فين مكانه ها انا هنهلكم لون مختلف هو ده رأس وكتفين فين بقى من الدلي ها طب هو ده من الدلي ده من الدلي ده من الدلي هتسجينا وتقرف هتبدأ ايه تبدأ انت بنفسك تبدأ من النموذج الاكبر تعرف انت مكانك فين في البحر الواسع ده تبدأ تاخد قرارتك بايه بعناية واوضع كمان طب هنا في حتة بس عايزة اضفها بس مهمة احنا قلنا في وجز صح؟ احنا قلنا في وجز الوجز ده صح؟ في بعض النموذج اللي ممكن تدعم النموذج بتاعك ممكن تدعمه بقوة كمان زي ايه مثلا؟ بصوا اه 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 نموذج ده ايه اللي بيحصل عندي؟ ان انا في الدالي المفترض ان المنطقة دي المنطقة دي يحصل منها ارتداد ليه؟ لمنطقة مقاومة اه منطقة دعم اللي حصل ايه؟ ان في الوجز ده اما دخلت في الاربعة ساعات زهر لي عند منطقة الدعم منطقة الدعم الخاصة بالوجز منطقة الدعم الخاصة اللي هو التنين السفلي للوجز فيه وجز اصغر منه على الاربعة ساعات وده بي ايه؟ بيدعم النموذج الانجر فهده معناه ان ياخد سلم ونباشر زي الفل زي الفل متحقق لك ارباح جدا رائعة يعني حاولت دايما يا جماعة تحديد الدعم والمقاومات اللي على الفيلمات الكبيرة يمتبق اقوى من الدعم والمقاومات على الفيلمات الايه؟ هالصغرات انا طبعا حاسد ان طولت عليكم جامل جدا واسف جدا على الاطالة لكن انا حاولت ان انا اوصل لكم طريق تدولي في الرسم البياني ان انا دايما بحب دايما اخش على الفيلمات الكبيرة الاول واعمل اشوف ان الشكل اللي ممكن يمشي معايا ازاي او ايه الحركة المنتظمة اللي ممكن تخليني وتأمل لي الاتجاه جتاعي طبعا نسبة الخسارة بتبقى قليلة قليلة مش كبيرة نسبة الخسارة بتبقى قليلة يعني ما زي منطقة زادية في الحدي بالذات اما يتعمل لي يظهر لي هنا وجز هابط يعني معناها المفروض يحصل ارتفاع من عند منطقة الدعم الوجز الاكبر اظن ان دي صفقة مضمونة دي صفقة مضمونة يبقى اذا النموذج الكبير ده سهل علي اخذ القرار في النموذج الاصغر من صح؟ حتة تانية على مصر الحتة دي الحركة السعرية نزلت هنا ده على الفيلم كم ده؟ الربعة ساعات طب اللي اجد يكتع لان اختبت فيه وباية وجزي لا لا انك فيه تغيص تغيصة تغيصة ماشprises اه اتمنى يا رمي الله ع اه اه ان اه ان اه 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 عدمت لكم النهاردة اه ندوة اه قايمة محطمه استفدتوا منها لان الحقيقة انا مش اه اه بتمني ان انا اقضي دائما اوقات افيد غيري وان اه اسعيدهم في اه اه تأديد اه تأديد 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 مهاراتهم في التداول في محافظهم الخاصة يعني تحس ان في تغيير بعد كل ندوة او كل حضور اه دورة اتمنى كونوا استفاتوا النهاردة مني يا جماعة واتمنى اكون قد لم اطيل عليكم انا عازم انا عارف انا طولت انا انا عارف انا طولت جامل يعني حوالي ساعة ونص وهذه المفترة دي بقى هي مدة الويبنار ساعة بس سامحوني انا حبيت ان اقدم المفترة بتاعي بالكامل بدون اي نواقص انا سعيد جدا بكم النهاردة واتمنى ان شاء الله تحضروني انا عندي ان شاء الله اللي برضو احتمال الاسبوع الجاي كمان عندي ندوة معكم ان شاء الله اتمنى اشوفكم في الندوة القادمة باذن تعالى اه في حد عنده اي تسارة يا جماعة قبل بنينهي سيشن النهاردة الله يخليكم والله يخليكم ربما ايه انا سعيد جدا بكم النهاردة اتفاضل او استاذ ازام اتفاضل ازام اتفاضل ازام ازام اتفاضل سواء لك حضرت اثناء التحليل اه ايه ايه بزبط لا بس انا بتكلم كلمازج التحليل الفاني كلاسيكي بس اول حاجة نقوم مهمة جدا بس ايه بقى ننصيحة وجهة الله تعالى لا تنتقل لاي مدرسة بالمدرسة التحليل الفاني الا بعد التمكن والاللميام الكامل بالتحليل الفاني الكلاسيكي يعني معناها انا دوقتي اسمعنا على البراز اكشن او التحليل الفاني الهارمونيك ما ادخلش الهارمونيك اللي لازم يكون انا مارست ممارسة كاملة وطويلة في الكلاسيكي لان الكلاسيكي مش ضعيف ولا بسيط الكلاسيكي مهمة جدا ولكن ما تعتمدش بس على التجوه النماذج احنا قلتلك ايه قلتلك حاجات كتيرة قلتلك من ضمن الحاجات ايه انك تعتمد على الفيموناتشي تعتمد بس طبعا الاقوى في الشغل اللي انا بعمله دلوقتي الاقوى انك بتحاول توجد يا بص في مسلا عنديك مثال انا مسلا دايما هتلاحظ ان انا مع اي اي حاجة هتديني انا حادث حركة سعرية بص هتلاحظ هنا تعال اخد اللي انا قلتلك هتديني ايه بص انا ااخد ايه اهو شايف ده 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 بص انا عامل ايه خريطة كاملة ده على الفيم ايه الوكلي الوكلي يعني بص تخيل انه هو من حركة منتظمة خد بالك بقى اما توصل لحركة منتظمة بالشكل ده والضارب جوه الحركة المنتظمة انت ممكن تحقق ارباح انت لا تتخيلها ممكن تحقق ارباح انت لا تتخيلها ولكن لو توصل لحركة منتظمة تخيل بقى انك انت بص كان قناها هابطة ومن قناها هابطة خلاصت لقد اكسباير وتغيرت لايه لودد صاعد الودد صاعد مفترض يعني توقعاتنا ممكن يحصل يحصل زي ده ممكن يحصل او انه هو يكمل اتجاه بتاعه طب الاتجاه بتاعه فين اول حركة بتاعت ممكن يوصل لها يوصل مرة ده ده اللي ايه اللي جمعة تمام طبعا ده عشان اقدر اتوقع بالاستعانة ببعض النماذج الفني اللي استعانات ببعض النماذج الفني اللي ممكن تساعدني طب انت ممكن تقبل حاجة كويسة بص هنا هتلاحظ هنا حاجة مهم بابا شوف ممكن هنا اكتشف النماذج الفني النماذج الفني دي ممكن تساعدني على ايه? على التواقع لحركة المستقبلية. هنا عندك زي طب تقريبا زي شبه. خلاص معناها ان هو احتمال كبير انه مش قادر يخترق المنطقة. اللي هي المنطقة دي. مش قادر يخترقه. تلات مرات لحد دلوقتي. خلاص. ايه? ومع ذلك كده معناها ان هو في المنطقة دي. عندنا المنطقة دي. دي المنطقة دي. لو كسرها. خلاص? معناها انه هيكمل ايه? لحبوط بتاعها. للمناطق دي. انت بتتكلم في عدد نقاط على الوكلي كبيرة جدا. يعني عديلي بقى واللي في اربعة ساعات هتلاقي المسافة كبيرة جدا. طبعا بقى تخشت بقى الفريم الاربعة الساعات اللي ممكن تأكد لك وتدعم لك النموذج الاكبر. تدعم لك النموذج الايه? الاكبر بتاعك. اه? اه? انا بتعود اربعة ساعات. لا اربعة ساعات لوحدها كفاية مش كفاية. لا اربعة ساعات لوحدها مش كفاية. تمام? لازم تخش على الفريم الوكلي والمانطلي. الوكلي او المانطلي عشان تشوف الاتجاه العام والنموذج الكبير ايه? ممكن لأي الناموذج كبير موجود او قصر اخترق دعم ومقامض وتحط الدعم ومقامض بتاحتك اللي عالشهرية وتبدأ بقى تتدور على بعض ساعات. خاصة تفهم. وحاولت دايما تتركز في زوجين تلاتة ما تتخش على كل الازواق. ده غلط. مش كويس. علشان تدرس سلوكيات كل زوج بيبقى ليه سلوكياته الخاصة به. وتأثيره الخاص به. تمام? انا جدا سعيد بيكم. وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا ان شاء الله المرجلية وسعيد جدا بكم وان شاء الله نلتقي بكم على خير بإذن الله تعالى لا هو الدهب الدهب لو انت عايزة تشير دهب انت عايزة تشير دهب تشير بالدهب ايه? لو انت عايزة تشير دهب تشير بالدهب بايه? مش لازم يكون فيه لازم يحصل تدول من اي زوج من الازواب بتشير دهب ايه? بالريال السعودي? او الجيل المصري? لا. انت عايزة ايه بالدولار? يبقى ازن عند الزوج بتاع الزوج الدهب هو الدهب مع ايه? مع الدهب مع الدولار. الدهب مع الدولار. ما فيش ما فيش ما فيش غيره. في بعض المنصات بتدي الدهب مع اليورو يعني في منصات تانية بعد المنصات. بتدي الدهب مع اليورو. بس دهب بتبقى المنصات اللي هي تابعة للدول المؤينة. انا سعيد جدا بيكم ان شاء الله نرتقي ان شاء الله اسبوع الاخير. استودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اشتركوا في القناة